الواحد من المشاكل اللي ممكن تنتج عن ارتفاعات درجات الحرارة إشكالية إن العربية تتعرض للسخونة وكمان ممكن توصل لقدر الله للاشتعال على الطرق ربنا يحفظ طبعا كل الناس النهاردة هنقدم مجموعة من النصايح لكل سائقي ومالكي السيارات عشان نكون في أمان ربنا يسلمكم إن شاء الله وتصلوا دايما مكانكم بألف سلام في الحقيقة زي ما قلت يا منا الجو درجات الحرارة اللي احنا معتدين عليها كل سنة ما بقتش زي الأول فإحنا مفروض أصلا نعرف الإجراءات دي فما بالكو بقى لما تكون الدرجات في أعلى معدلتها النهاردة هنعرف إيه؟ النهاردة هنعرف الحاجات اللي نقدر يعني نلتزم بيها عشان نتصدى لحرائق السيارات أثناء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة لأسانة دي كلها هنعرفها بالتفصيل مع ضفنا في الستوديو اللواء أيمن فؤاد اللواء السابق بيه الحماية المدرية وخبير الإطفاء والحرارة أهلا بك فندم أهلا بك فندم زي حضرتك من أكثر الإشكاليات والمسببات اللي ممكن تحصل في عربياتنا نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة على سبيل المثال يعني الحصر عدم ضبط منسوب الماء وده اللي ممكن يخلي العربية تسخن ونوصل للي إحنا نبتدي بهذا الأمر ثم نتسلسل كده في طيب إحنا برضو عشان خاطر نبقى يعني نقسم الموضوع بحيث الساد المشاهد أن يبقى عنده خلفية كاملة عن إزاي العربية بتاعته ممكن تتعرض لقدر الله لحريق إحنا أسباب حريق المركبات أو السيارات منقدر أن إحنا نحطها في ثلاثة كاتجوري أول حاجة أسباب بترجع للمركبة نفسها سبب خاص بالمركبة أو سبب خاص بمستخدم المركبة أو سبب خاص بالظروف المحيطة اللي هي المركبة محطوطة فيها أو العربية محطوطة فيها فهنمسك واحدة واحدة أول حاجة ممكن يكون سبب الحريق حاجة بترجع للمركبة ذاتها يعني إحنا عندنا ست أنظمة رئيسية في أي عربية في عندنا نظام الوقود اللي هو السيستم بتاع الوقود إذا كان جاس طبيعي أو إذا كان وقود سائل في عندنا السيستم بتاع الزيت السيستم التبريد اللي هو التبريد بالمية في عندنا السيستم العدم اللي هو خروج العوادم من الغازات اللي هي العوادم اللي هي بتطلع من المحرك وفيه عندنا دورة الشحن بتاعة البطاريات وفيه عندنا النظام الكهربائي بتاعة العربية كله اللي بيشكل جميع الأجهزة الكهربائية بتاعة العربية دولة ست أنظمة موجودين في العربية أي خلل في أي نظام من الأنظمة الستة دولة ممكن يؤدي إلى حريب ليه؟ لأن العربية بيئة مثالية لحدوث حريق إحنا لو قلنا الحريق بيتكون من إيه؟ فهو بيتكون من مادة قبل الاشتعال درجة حرارة مرتفعة واكسوجين الاكسوجين ده موجود في الجو ما نقدرش إنه إحنا نشيله مادة قبل الاشتعال العربية مليانة مواد قبل الاشتعال وسريع الاشتعال درجة حرارة العربية أثناء ما هي بتشتغل درجة الحرارة بترتفع فأنا عندي بيئة مثالية لحدوث حريق ولكن البيئة ده هي متسيطر عليها طول ما الأنظمة دي شغالة كفاءة أول ما بيحصل خلل في أي نظام من الأنظمة دي بيحصل ممكن يحصل حريق طيب ندي أمثلة على الكلام ده هو مثلا دورة الوحوط لو حصل عندي تصرب للوقود من أي جزء من العربية تصرب الوقود ده ممكن يحصل من التوصيلات ممكن يحصل من التوصيلات اللوي بتاعت الوقود ممكن الوقود ده مادة سريعة الاشتعال مع وجود درجة حرارة موجودة في البيئة المحيطة بيه يحصل اشتعال يحصل حريق لو عندي تصرب في الزيت الزيت ده برضو مادة قبل الاشتعال الزيت اللي هو المسؤول عن زيت العربية اه اللي هو المسؤول عنه هو بيقلل الاحتكاك ما بين الأجزاء المعدنية اللي موجودة في المحرك لو حصل برضو تصرب فيه بيحصل ممكن يعني ينتج عنه الاشتعال نتيجة التصرب ده دورة التبريد لو عندي من المية التبريد ده هي انقلت او كفاءة المروحة مشتغلتش بتاعت الريدياتير او دورة التبريد حصل فيها اي خلل بيحصل ارتفاع كبير جدا في درجة حرارة المحرك فلما بيحصل ارتفاع في درجة حرارة المحرك ده هو بيبتدي يحصل تصرب في الزيت اللي موجود عن طريق الجوانات اللي موجودة في المحرك التصرب الزيت ده هو الموجود درجة حرارة عالية ممكن يحصل اشتعال او ممكن يحصل حريب نظام العادم لو عندي فيه الشكمان اي سقوب او نظام العادم مشتغل بكفاءة او عندي انسدادات الانسدادات اللي موجودة في توصيلات العادم ده هي الممكن ترفع درجة حرارة المحرك في عندي دورة شحن البطارية خلي بقى لحظيات دي كانت برضو بتسبب حلقة زمان بس الحمد لله دلوقتي معظم البطاريات بطاريات جافة ايام ما كنا بنشتغل بالبطارات السائلة كان دورة الشحن من الدينامولي البطارية لما بيحصل شحن زائد او بيحصل اي خلل في دورة الشحن بيحصل تصرب لغاز او انتاج لغاز الهيدروجين في الحوض بتاع المحرك لو وصل الغاز الهيدروجين ده لنسبة اربعة في المية مع الجو بيحصل اشتعال فجاي وممكن يحصل منفكور بس العربات الجديدة مش موجود حاليا في البطاريات الجافة احنا في تفاصيل كثير احنا كل المتخيلين وان لو سبنا ازازة ببارفان في العربية حتنفجر لو سبنا علبة مرازيل في الجو الحر ممكن تشتعل او لو ملينا تنكل بلزين اكتر مما ينبغتل على الموضوع اكبر بكتير مما احنا متخيلين طبعا طبعا يا فاندم احنا القصة بس مش قصة يعني هذيك تتكلمي على خطأ مستخدم لكن في حاجة بسبب العربية نفسها لو في اي خلل في العربية ممكن يحصل عنها يشتعل لهم الست الانظمة الرئيسية اللي موجودة في العربية ده لو في حاجة في حاجة تانية برضو احب اقولها بالنسبة للعربية الكهربائية دلوقتي العربية الكهربائية بدت تنتشر فده ممكن يعمل ماس كهربائي جوه الانظمة او جوه البطارية نفسها ممكن بطارات الليسيوم بتشتعل بطريقة رهيبة وممكن توصل للانفجار ده بقى بيبقى كاريتي يمكن الناس بتبقى باستخدام طفايات الحريق كمان بتحاول تستخدم مية في العربيات العادية لو ده حصل مع عربية كهربائية ده ممكن يحصل مشكلة اكبر طبعا لا حضرتك المفروض ان طفايات الحريق دي بتبقى طفايات الحريق دي بتبقى مسحوق مية وجاف مش مية لا انا قصدي انه الناس بتستخدم طفايات والناس التانية بتتطوع بتلاقي تتقوم جاية جارية على طول جايبة مية وتحطها على ماهو المية دي برضو حضرتك في ايبوب تامل مشكلة ان لو في تصرب للسوائل موجود على الارض وانا رميت مية والسوائل دي مشتعلة ممكن يحصل ايه السائل البترولي بيبقى خف من المية فبيعوم على وش المية فبتلاقي المية بتجري واخد السائل البترولي فوقيها بتعمل انتشار حريق في المنطقة كلها فما بننصحش في المية عشان كده معظم طفات الحريق بتبقى موجودة مصحوق موجيف طبعا الجزء بقى التاني اللي هو خاص بالمستخدم خطأ السلوكيات الخطئة لما احنا بنقول في الجزء الاول ان فيه خلل لو فيه خلل في الانظمة الستة دي بيحصل منه حريق يبقى الطبيعي ان لو حاصل الجزء الخاص بالمستخدم ان هو اهمال السيانة يعني المفروض بتعمل سيانة دورية للانظمة دي كلها طب لو ما عملتش السيانة هيحصل الخلل طب لو حصل خلل ممكن يبقى فيه فرصة كبيرة جدا لحدوث حالي يبقى اول حاجة الصيانة الدورية تاني حاجة الاعطال اصلاح الاعطال الاول باول يعني لقيت اي عطل في العربية ما استناش لقيت مثلا مشكلة في دايرة الكهرباء ما استناش لازم اصلحه في ساعتها عندي مشكلة في دايرة الوقود اصلحه عندي مشكلة في دايرة التبريد لازم اصلحها في ساعتها تمام؟ إيه لما نستناش عليه أبداً؟ نستناش على أي عطل خالص التبريد بالذات؟ التبريد بالذات دورة التبريد تحديداً يعني أي عطل أو أي خلل في الستة أنظمة دي ممكن يحصل منه حريق تمام؟ في عندي سلوكيات بقى خاطئة زي إيه سلوكيات الخاطئة؟ إن أنا أحط مواد سريعة لإشتعال أو قبل إشتعال جورة عربية خاصة بقى فصلة الصيف اللي هي الجزء اللي حضرتك بتقوليه زي إيه؟ زي حاجة يمكن إحنا اتكلمت حضرتك عن البرفان تمام واتكلمت عن المعطر تمام لأن الحاجات دي كلها قبل الإشتعال لكن في حاجة تانية اللي هي الباوربانك أو البطاريات اللي هي البطاريات الموبايل فيه كتير جداً بيجي يأخذ الباوربانك ويحطه على التابلوب بتاع العربية ده في منتهى الخطور ليه؟ تقبلها موقوطة أصلاً؟ بالضبط كده فنديم لأن درجة الحرارة العالية أشعة الشمس خاصةً في أصل الصيف لما بتبقى موجودة متوجهة مباشرةً على اللي هو الباوربانك ده أو الشاحن المتنقل بتبتدي تأثر على الغلاف العازل بتاعها أو الغلاف البلاستيك بتاعها لو حصل تسارب للأكسجين لداخل البطارية اللي جوه ممكن يحصل انفجار أو ممكن يحصل اشتعال مفاجئ مصحوب بانفجار وده مشكلة جمدة جداً لو بنشوف حتى هواتفنا في الدرجات الحرارة العالية دي لو تثبت شوية بتلاقي الهاتف نفسه سخن جداً طرية بتاعته سخنة وبينديك حتى في نوتيفيكيشن أوفرهيتد دي حاجة الشحن الزايد لما حضرتك مثلاً بتسوء العربية وحطت على طول الشاحن في الموبايل شاحن مش شاحن حطه على طول ده في مطال خطورة للمفروض الموبايل شحن بتفصل لكن مايفضلش يفضل موجود ليه لانك انت ما تعرفش الكابل اللي انت مشتغلته هل هو ده الكابل بتاع الموبايل أصلاً طب لو مش بتاع الموبايل ممكن يحصل شحن زايد طب لو حصل شحن زايد هيحصل الارتفاع في درجة الحرارة طب واصل الارتفاع في درجة الحرارة ونؤثر على العازل بتاع البطارية ممكن يحصل مشتعل تمام فهو دي من ضمن المشاكل اللي هي بتاعت البطارية حاجة تانية برضو سلوكيات خطأ تانية تلاقي واحد حطت علبة المناديل وفيها النضارة قدام على التابلو وكلنا بنعمل الكلام ده طيب اللي بيحصل اللي بيحصل حضرتك ودي حصلت كتير جداً النضارة دي في عدسات العدسات دي بتجمع الأشعة على المناديل فبتعمل ايه؟ ايه واخدناها في السيونس وفي فتاقي فأكدنا حضرتك جبتي عدسة بتعملها وتصويبها بالضبط كده وحضرتك بتحصل الارتفاع الناس فكرة ان لو حصل ان الاشتعال ده لازم يكون نتيجة لهب لا اي مادة وصلت درجة حرارتها لدرجة حرارت تشتعلها بتشتعل حتى لو بدون لهب ايه فهو وجود المناديل ده ايه لو وصلت درجة حرارت تشتعلها فحيحصل اشتعال لقلبة المناديل ده ايه وبالتالي اشتعال للعربية كلها ايه طب عشان بس الوقت بيدهمنا احنا تكلمنا على العربيات العادية نصائح للنقل التقيل وده طبعا اهلينا في بر مصر وبحرها وصعيدها ماشينا على الطرق وطبعا ما شافوش درجات الحرارة العالية دي بصفة خبير في الحمال المدني تقول لهم ايه هو فيه اشتراطات خاصة بموضوع النقل وفقا للحمولة بتاعت كل عربي تمام بمعنى ايه بمعنى ان العربيات النقلة مثلا للغازات المسالة ليها اشتراطات طبعا النقلة للسوائل قبل الاشتعال اللي هي خزانات السولر وخزانات البنزين دي ليها اشتراطات معينة النقلة لمواد الخطرة السوائل المواد الكيمياء والخطرة والمواد المشاعر دي بيبقى ليها اشتراطات معينة وده بيطلع منها نشرات من الادارة العامة للحمال المدني تمام اذا ما راعتش هذه الاشتراطات لازم هيحصل مشكلة بمعنى ايه؟ لو انا مثلا من ضمن الاشتراطات نقل البضايع ان لازم البضايع دي تبقى مضغطية طالما بضاعة قبل الاشتعال لازم تبقى مضغطية ما ينفعش ان انت بتسبب في العراق لسبب بسيط ان اي حد لو حضايق عربية ماشية في وسط المدينة وفيها مادة قبل الاشتعال وواحد واقف في بلكونة بيشرب سجارة ورح رامة السجارة من البلكونة نزلت في في وسط البضاعة او نزلت في العربية في وسط البضاعة حصل حريق تمام؟ فلازم العربية دي تبقى متغطية طب لو ملهاش سقف يبقى لازم اغطيها بمشمع او بغطاء بيبقى فاير ريتد او مقاوم للحريق دي من ضمن مثلا الاشتراطات اللي هي بتاعة البضايع بالنسبة للنقل بتاع الاسطنات البتاجاز مثلا الاسطنات البتاجاز لازم تكون محطوطة برصات معينة بطريقة معينة وبحمولة معينة وبيبقى فيش اشتراطات خاصة للعربية نفسها اللي بتنقلها لان اي حاجة غير كده بيحصل عنها مشكلة بيحصل عنها مشكلة ممكن يحصل عنها حريقية كل شكر لك ايمن فؤاد اللواء السابق بالحماية المدنية وخبير الاطفاق والحرائق قدتنا نصيح كتير ربنا يسلم ان شاء الله ويحفظ كل مشاهدين شكرا جزيلا بحضرتك شكرا جزيلا حراك